عملت معكم على القناة أجمل معجنات وأجمل حلويات مع بعضنا إن هذا إن شاء الله هنعمل الدنش بطريقة سهلة جدا للمبتدئين لأول مرة هتعملي هيطلع معاك الدنش ما شاء الله عليه عليه زي ما انت شايفها دلوقتي أظن هي الصورة اللي بتتكلم شايفيني الجمال إن شاء الله هنعمل الجمال ده كله مع بعض بطريقة سهلة ومبسطة جدا للا أول مرة يعمل الدنش النهاردة بس قبل نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين السلام عليكم وحترمي ليتشيوب لايك وشير وسبسكرايب لأصف المميزة تمنى تحطوا لايك الفيديو والله ما اشتراكش هاسعة جدا باشتراكو واتفعلوا زر الجرس علشان كل منازل فيديو يصلك اشعر بي واتمنى ان تشاري الفيديو ده بن أصدقائكو علشان تعمل الفئدة لجميع ويا الله بينا هالفيديو السهل اللي هتقومي حالا تعملي علشان ونتي بتفرج على كاس العالم كده إن شاء الله تاكلي جدا وتدعيلي يالله بينا معانا كوبية من الحليب أو كوبية من اللبن حالا حسب ما بقيه بتقولوا عليها نحن هنا طبعا في مصر بناء عليها اللبن في دول الخليج بيقول عليه الحليب فكوبية هنبدأ بكوبية في الأول لكن لسه هنحط تاني معانا نص كوبية من السكر ممكن تزوجي على نص كوبية من السكر دي حوالي معلقتين تاني على حسب الرغم معانا معلقتين من اللبن البودر معانا عشرة جرام خميرة فوري لحد دلوقتي الموضوع سهل الموضوع سهل جدا 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 معانا بطيت زي ما انت شايفة كده طبعا المجمل يا جماعة اللبن اللي احنا حطناه كوبية منص بس احنا بدأنا الاول بكوبية وهنحط الباقي تدريجي معانا معلقة الخلي دايما نقول لكم معلقة الخلي جي بتعمل ايه معلقة الخلي جي فايدتها ايه فايدتها اني بتعمل طراء وهاشاشة للعجينة بتخلي الفرغات اللي جوا في العجينة متنسقة وبتخلي تعمل ايه محسن خبز بالزبط بس طبيعي طبعا بعد كده هنقلب الكلام ده كله مع بعضه طبعا هنقلب لحد ما اللي السكر يدوب والبيض يدوب يعني البيض خليه بدرجة حرارة الغرفة عشان دلوقتي الجو برد فهيعمل تكتلات منك لو انش طلعتين من الثلاجة طبعا احنا عندها في اللبنة عشان دلوقتي اتجو ساعة عشان العجينة تخمر معي بسرعة بعد كده معانا كيلو من الدقين تابعيني النهاية الفيديو الفيديو تركات مهمة علشان التسوية وتاخدي اللون ان انت شفتيه بداية الفيديو هقولك سر اللون الجميل واللمع الحلوة دي بتاع الدنج بتاعنا عمله ازاي ما تقولي ليش بقى انت بشري من برا ولا الكلام ده خالص يعني مزاي اللي احنا بنعمله في البيت ابدا 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 وطبعا موفر جدا يا جماعة ولو حب تعملي مشروع من البيت هتعملي وهتبقي يعني هيبقى مربح بالنسبة لك جدا زي ما انت شايف كده هقلبه كويس داوي لحد ما يبقى عاجنة هنضيف جمان كباية ونص من الحليب احنا هبدأنا الاول بكباية ساعة الكباية يا جماعة 200 ملي هنحط كبايتين ونص وهنبدأ نعجنه كويس داوي انا بدأت بالكباية التانية هنلسة جمان هحط نص كباية لما لم العجنة بي هنعجنه كويس وارجع لكم تاني بعد ما لم العجنة بعد ما لمت العجنة معايا معايا من الزبدة وجي اختياري الخطوة جي اختياري يا جماعة انا بحطها بس بالاخر عشان تلميلي العجنة لو مش حب تحطيها ما فيش مشكلة خالص ما تحطهاش انا كده كده هنورع بزبدة بس الزبدة عادية مش زبدة التوريء ولا اي حاج انا يا جماعة مش مقتنعة بزبدة التوريء دي بصراحة يعني بحس ان هي مززبدة متحطيها لساني كده مش بالدوب يعني ما حبش ان انا اشتغل بها ابدا لان الشهر بالزبدة العادية بتاعتنا احسن واضمن وانت عارفة دي اي اي يعني مصنوعة من ايه بعد كده هسبتها تخمر حوالي ساعة ونص لان دلوقتي الجو وبرد والعجنة يا جماعة لما بيكون فيها بيض فبتبقت قيلة شوي فابتاغد خمر شوي عن ما يكون مفعش بيض يعني حبيت معلومة جات في السكة جدا حبيت اوليالك اي معجنات فيها بيض بتبقت قيلة شوي عبتاغد خمر اكتر غير ما يكون شي فيها بيض ابدأ بعد ما خمرت حوالي ساعة ونص طبعا هتدفيها كويس دلوقتي الجو وبرد وطبعا هندفي اللبن بتاعنا علشان هاي عجنة تخبر معي بسهولة هقطع على رول كده على حتتين وبعدين هقطع على قطع كده علشان طبعا يسهل علي يعني الخطوة دي برضو متقطع بايدك كده بس انا ايه بحس ان دي بتسهل علي يعني بتبقى طريقة سريعة وسهلة انا جنبي ميزان دلوقتي هاوزن القطع مين كره ما عندكيش ميزان يبقى قد البيضة مره ونص شايفين اقطع الكمية كلها وبعدين ارجع لكم دايك بس ياريت تقوتين احطتيني لايك ولو ما شاركتيش شركة في القناة طبعا يا جماعة دلوقتي كلكو بتبقوا كاسي العالم سامان اه يعني ازواجكو اولادكو طبعا هتعملي اطباق فلي كده هنعملهم في اطباق فلي كده وتجي كلها هالطباق وكده وعد بفرجوا بعدين يدهلك في الاخ انا عملتهم بصراحة كلهم فطباق فلو بحطهم في الفريزر لم حد بيعوز بيطلع منهم بيبقى حاجه شكله حلو او زي ما انت شايف كده معي حوالي متين جرام من الزبدة بدرجة حرط الغرفة يعني تبقى بدرجة حرط المطبخ تبقى حاملة زي الكريمة بالسطع علشان تسحب معي على العجين طبعا من طلعها من تلاجة من الصبح علشان توصل لقامل انت شايفين ده مينفعش ان انت جي بيها جامدة خلص كده ومجرمزة ومش هتفرد معاك على العجينة متفقين متفقين نبدأ نفرد نصف فردة كده طبعا هتغطي ببلاستيك علشان اللي عجينة بتنجيش اشرا منك شايفه انا بفرد هو قامده بحط حوالي معلقة صغيرة من الزبدة وبعد كده اصحابه شايفين اللي انا بقول لكم عليه بقى ان اللي الزبدة لازم تكون لينة معاكي علشان تسحب معاك على العجين وفي نفس الوقت حد يقولي طبني سيحة اقولك لو سيحتناها هتحطي سمك صغير قوي على العجينة فمش بان فمش ياخد زبدة معاكي فلا تكون ايه طرية بس من السيحة زي ما انت شايفا كده طيب حد هيقولي ينفع ما ينفع زبدة زبدة عادي ميز زبدة بلدي هقولي ينفع ما فيش مشكلة خاصة اهو زي ما انت شايفا كده انا هوريكي برضو الفكرة برضو وبعد ايه اخلص كل وارجعلكو تاني علشان طبعا ما طاولش الفيديو عليكو اهو بحط برضو القرص التانية عليها هعمل نفس الطريقة كل القرص اللي انتو شايفينها دي العجينة دي بنفس الطريقة كل فوق بعضو كده بحط معلقة صغيرة من الزبدة واسحبها في كل العجينة يعني ايه بخليش حتى ما فيهاش زبدة عادي وبعد ما خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفين كده ما شاء الله هبدأ اغطيها بلاستيك واكف عليها طبق كامين علشان التلاجة ما تنشفهاش مني وحطها في التلاجة ساعة وبعد ما حطتها في التلاجة ساعة طبعا زبدة جمدت خالص هبدأ ايه افردها لكن فادت معاك المنتهى السهولة ما فاش مشكلة خالص شو بيبقى اوصيلي في الخطوة دي بقى لو انت حب تفرجيها على الحل ده كده وبعد كده تقطعيها للاشكال اللي انت حايزها عادي ممكن ينفع خالص يعني مش هيقول لا ولا حال انا بس اهم حاجة كل شوية تقلبيها على الوجه التاني علشان ما تفرجش من على الوش ومن تحت القرص تلم من تحته ما تفرجش وكل شوية ترش رشد دي علشان الزبدة ما تطلعش من العجينة هاي زي ما انت شايفة كده بيطبقها كده الخطوة دي ممكن تعمليها على هاي شكل دايرا كده وتفرجي وتقطعي لكن انا قلت اعملها مستطيل عشان ايه تبقى مربح وقطعها لطول متفقين متفقين هبدأ افردها خالص يبقى في لقى سمك برض بعد ما فردتها زي ما انت شايفين كده طبعا الفرد كبير خالص مش قادر يعني القاني رجيبه كله ببدأ اقطع 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 ده بتاعك يا انت يعني كرة في ملعبك ابداعي براحتك يعني اقطعي زي ما انت عايز اقطعي اقول لك افكار برضو واللي انت حباها اعمليه ممكن تسيبها مربع ممكن تعملي فا شوية ايه حبا شاكتنا حبا شاكتنات كده انا مش عارفة جريل ايه النار اهو زي ما انت شايف كده يعني انا بقيس يعني وهيطلع منتظم وما ايه يعني ما شاء الله برضو مش بيطلع منتظم يعني جابها المصطرة احكي اني بارسم لوحة فنية بقى وها طلع الشكل ايه ومع ذلك برضو ايه يعني الى حد ما برضو كويس اهو ابدأ علشان خليين مربع اتباعته شايفين طبعا يا جماع انت شفي البيت عندك اقطعي زي ما انت عايزة ما تقسيش وما بتعملي يعني ما ما تكيدش نفسك اي حاجه تتاكل يعني ايدك هتبقي حلوة ولادك يقولك هتسلم ايدك على الصراحة كفاية الطعم بتاعها فعلا شايفة الاخرانين دول جن مستطيل شوية يعني اخر شريحة مستطيلة فانت مش شايفها دلوقتي لان الكاميرا مش جايبها شايفين قطع طم على شكل مربع طم مستطيلة جبتهم وعملت في يوم ايه طبعا الصورة خير دريل بصي بقى يعني يبديعي زي ما انت اللي انت حب اعملي كرة في ملعبك واللي انت حب اعملي او مبتسي بها مربع زي ما هي ممكن تعملي في يوم كا كده اللي انت حب اعملي طبعا لو عندي الكريز هتحطه في نص جريزة كده عندي كلوز هتحطه لوزاي زي ما انا حطيت كده ما عندي كيش حاجة منكم ما تحطوش خالص يعني مش شرط في الوقت ده ممكن تحشيها على فكرة نوتيلة بتحشيها مربع يعني اللي انت حبها ممكن تحشيه تحشيها مثلا زي بيه بجوز الهند بس انا محبتش بصراحة حشيه اهو ازي ما انت شايف كده شايفه انا بقول لك افكار وانت بقى ابتها براحتي شايف الجمال بس هم حاجة تكي وفي لها كواس علشان ما تخش الفرن ما تفتحش دي ايه ايه معلومة مهمة برضو هاسيب شوية مربع زي مهمة كده هتورع معيك شايفين عمل شوية كده وشوية كده اهو ممكن تعمليه برضو بالطريقة دي انا بقول لك افكار وانت حر دي مربعاتها هاسيبها مربعات زي مهي كده شايفه هنبدأ ندهين عده هنا عبارة عن ايه دهم عبارة عن صفار بيضة ما لقيت لغشة فانيليا بسيطة جدا خليوا لك يا جماعة الفانيليا بتبقى مرة في بعض الناس ما بيعرفوش الفانيليا بتبقى مرة جدا فحط زر صغرها جدا يعني صفار بيضة وزرت فانيليا ومعهم معلقتين لبن ومعهم معلقتين زيت هي دي سر اللون الدهب اللي انت شفتي في بداية الفيديو لو مش حابة تحطي بيض ما فيش مشكلة خاص خلص ما قد تديني ادهمة لبن ممكن ما تدينيش حاجة خالص دخلها زي ما هي كده ايا بالفعل العجنة فيها بيض وهتديك برضو لون حيلا بس انا طبعا ما احب اعمل لون اكتر علشان تصويره كده مطفقين مطفقين معانا لوز وهحطه كده لو عندك عندك لوز بندق فز براحتك خلص عين جمل ما عندكش حاجة خلص دي حاجة ايه اختيارية مش اساسية بعد كده درجة حرارة الخبز الخبز بتاعته عاملة ازاي بخبز يا جماعة على درجة حرارة ليلة جدا على مية واربعين. فالرف اللي في الوسط ياخد معي ثلت ساع. خلبي بالك المعجنات اللي فيرها زبدة بتاخد سوى بتيلة لو انت عليت النار هي حمره من فوقه ومن تحت وهيبقي عاجب من جوه. خلي بالك من النقطة هذه. هيبقي هياخد معي ثلت ساعة عاش كل العشر دقايير الاولين هي تبداي تلفيه في الصنية وتستيبه كمان عشر دقايير تانين واتحجي الفرن على درجة حرارة مية واربعين احدى درجة حرارة عندك. وفر الحرارة اللي في الوسط. اوه يتعلي النار عليه لو عليت النار يبقى عجيب من جوه. متفقين متفقين. وما ضغطوش اول ما يطلع لان احنا عايزين وشه ناشف كده وطري من جوه زي منت شافة كده. احنا مش عايزين وشه طري. احنا عايزين مقرمش من فوق ومن تحت ومن جوه طري زي الفل ورق زي منت شافة كده. يارب كنا انا وفيت كل حاجة. ولو عايز اي استفسار يبعتي لكم منت وان شاء الله جوبك عليه. طيب سر اللمع دي اللمع دي يا جماعة انا ده ناب عسل نحل. ده احنا بفرشة عسل نحل بسيطة كده سريعة. دي برضو اختيارية. انا ده احنا بس ضعش ان تجيني لعبه شكل حلو. لو مش حبه ما تعمل هاش. ما عندكيش عسل نحل ممكن عسل اسود. ما عندكيش عسل اسود ممكن سيره بكنافة. متفقين متفقين شايفيني كمال شايفين شايفين ران عملة زي بصراحة طعم وريحة وقوام وتحفة وكل حاجة حلوة. واسمكوا برعاية اللي هو امانه. انتظروا ان شاء الله بفيتك كثير. والا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.